بدأوة من سفارة بولندا بالجزائر وفي احتفالية الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الجزائرية البولندية حل بالجزائر الفنان التشكيلي والنحات البولندي فليب كوينزينشي نجل النحات والفنان البولندي ماريان كوينزينشي الذي هندس شكل مقام الشهيد والتمثيل الموجود بقاعدته لقد أنجز أيضا تمثال الأمير عبدالقادر الموجود في قلب العاصمة الجزائر وقد تأثر والدي بقواسم مشتركة تجمعه مع الثورة الجزائرية لأننا تأثرنا نحن أيضا بالاستعمار الروسي والنمساوي والألماني سعيد بعودة للجزائر وقد تغيرت الحياة كثيرا عما كانت إنه اليوم الأول من زيارة المتواصلة الأجواء رائعة الرجل طفى في بداية زيارته الثانية للجزائر على متحف المجاهد أسفل مقام الشهيد وعد لذكريات زيارته الأولى رفقة والدي قبل أكثر من 35 سنة لقد صمم والدي الشكل الهندسي لمقام الشهيد رفقة التماثيل الثلاثة التي تمثل حقب الثورة التحريرية الجزائرية وآخر يمثل أجيال الجيش الجزائري والتي ساعدته فيها حين كان عمري 21 سنة وحين كان يسأل عن أهم أعماله كان دوما يشير في الإعلام وللطلبة إلى مقام الشهيد الموجود في بلدكم الذي استلهمه من ثلاث سعفات للنخيل متقابلة يظل مقام الشهيد يشكل رمزا ومزارا للرؤساء والوفود الرسمية وهو الصورة التسقت بصورة الجزائر في الداخل والخارج وقد تم بلؤه في الذكرى العشرون لاستقلال الجزائر في الخامس جويليا العام 1982 وافتتحه الرئيس الراحل أشادلي بن جديد